السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في قرات مساء الاخبار اثنين معكم مخطوكم مونة انا مع بعض نشوف ايه اخر الاحداث اللي حصلت و بتزير عن غيابي لاني كنت بعمل عملية فارجو من كل الناس الدعاء و بشكر كل المتابين على الكلام الجميل اللي بيكتبوا الخبر ده من بي بي سي بالعرب اللي حصل جنرال انكلاب بوليفيا بيكشب تفاصيل مهمة جدا وحاجة العاصمة البوليفية لبعض حالة من الصدمة بعد اقتحام جنود الكسر الرئاس اقتحام الجنود للأسر الرئاس في محاولة انكلاب على الحف قام به قادة عسكريون منشكون بياخدوهم الجنرال خوان خوسي وزونيخ كلام ده منذ دقائق وتقدروا تكتبوا كلمة بوليفيا تلو البحث عنها كتير جدا وقال زونيخة ان اراد عادة هيكلة الديمقراطية في البلاد ودعا الى تغيير الحكومة لكن هذا الانكلاب ودعم زونيخة ان تغيير الحكومة لم يدم اكثر من ساعات معدودة يعني هو حاول يعمل كده ولكن فشل قعد ساعتين ثلاثة وتم القبض عليه وسرعان ما تم القبض عليه هو ومعاونيه محدش عارف ايه التفاصيل وامريكا بتتابع عن كاثب هذا الموضوع وبتتابع الوضع في بوليفيا لان بوليفيا فيها حاجات كتير جدا هتبدأ ان فترة اللي جاية تظهر للعلن بعد تنفيذ هذا الانكلاب وكان فاشل جدا ووصفوه الناس بان هو كابت او الناس كانت محتاجة حاجة زي كده ولكن كان موقفو محرق جدا او تم فشل هذه يعني المحاولة عدد ساعتين بالزبط شكرا لكم من المتابعة تابعونا باستمرار على قناة مسار اخبار اتنين مع افتوكم من مونة وبشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته